اليوم رح نتكلم عن الموضوع الأكثر طلباً في قناتي على اليوتيوب وأكثر ناس كاتب نفس الكومنت عبدالله علمنا كيف نفتح شركة في الولايات المتحدة الأمريكية الفيديو هذا رح أشرح لك ثلاث أشياء أو ثلاث خطوات تقدر تسويها علشان تفتح شركتك في أمريكا بعد المكان وش سويت وبقى أعطيك اقتراحين زيادة وهذول الاقتراحين زيادة طويل العمر هم برضو ممكن يساعدونك في أنك تفتح شركة في أمريكا موضوع هذا فقط للناس التي تعلم اللغة أو تعرف اللغة الإنجليزية لانت ما تعرف اللغة الإنجليزية تكفى أرجوك لتسوي هذه الخطوة عندما تفتح بلد يتكلم اللغة الإنجليزية هذه لغة الأم ولغة الأصلية رح تعلم إجليزي ورح يطويل العمر أفتح شركة في أمريكا لكن مغير ما تسوي هذا شيء مغير ما تعرف إجليزي أرجوك لتضيع وقتك في كثير من العرب يقدرون يساعدونك في فتح شركة في أمريكا وما أنصحك أنك تتعامل معهم ولا أنصحك أنك تروح معهم لأنهم بالعربي هذول الناس قاعد تستغلك لضعفك وجهلك في اللغة الإنجليزية لذلك أنت براحتك تبغى تروح مع هذول الناس؟ أصرح؟ أنا ما أنا مسؤول أنا هذا هو اللي أنا قاعد أعلمك أنا ما أنا مسؤول عن قراراتك أنت تسوي لي تبغى لكن زي ما قلت لك أنت تعرف اللغة الإنجليزية بعطيك ثلاث خيارات أو ثلاث أماكن تقدر تفتح فيهم شركة في الولايات المتحدة الأمريكية ويلا على الفيديو أول شي الطريق اللي أنا استخدمتها في فتح شركة في الولايات المتحدة الأمريكية فأنا رحت يطوير العمر على سترايب نفسها وقلت لهم افتحوا لي شركة في الولايات المتحدة نعم سترايب يقدم لك هذه الخدمة عندهم شي خدمة اسمها أطلس وترن يور أيدي أنتو استارتب استارتب بالعربي أنه يفتح لك هو الشركة وصراحة كان الموضوع جدا سهل وما كان صعب بس أنهم يفتحوا لك شركة INC الانكوبوريشن الانكوبوريشن ما تتعامل نفس الطريقة في الـ LLC زي ما انت شايفة مثلا هنا روكت رايدز INC في أمريكا ما يعملون الـ INC مثل الـ LLC خصيصا في نظام الضرائب INC غصبا عنك رح تدفع ضرائب رح تدفع 33% من أرباحك وليس من مبيعاتك 33% من أرباحك وليس من مبيعاتك هذه الطريقة اللي أنا استخدمتها للأمانة وهذه الطريقة ليش لأن كنت أبغى هم نفسهم يسوون لي شركة هم يفعلون لي الشركة هم يسوون لك كل شي طبعا هم رح يسوون لك كل هذا الشي بسعر 500 دولار وبرضو رح تدفع 100 دولار سنويا علشان تقدر انك تجدد هذه الرخصة مع سترايب بس بشكل عام بشكل عام هل تروح معهم ولا ما تروح معهم هذا شيء انت لازم تراجع نفسك تشوف هل أنا بروح مع سترايب أو لا أبخليهم هم اللي يفتحون لي طبعا هذي أسهل طريقة أنك تفتح فيها حساب في السترايب لأنه خلاص إذا فتحت الشركة من عن طريقة هم هم يفتحون لك كل شي تلقائيا أوكي لكن زي ما قلت لك أن نظام الضرائب في الشركة اللي يفتحونها مختلف عن النظام الضرائب اللي ممكن أماكن ثانية تفتح لك أوكي وهذا اللي أنا أقول لك أنه صراحة أنا ما أنا مختص في الضرائب ولني شخص مختص أنني أفسر لك هذه الأشياء وأنني أعرف لك هذه الأشياء يا أخي شيء اللي يعرف أقول أني يعرفه وشيء اللي ما أعرف أقول ما أعرفه عرفت؟ لازم يكون فيها مصداقية بيني وبينك لذلك أنا عندي محامي ظرائب محامي ظرائب هذا الشخص هو اللي يعرف يتعامل مع هذه الظرائب يعرف كيف يسوي كل شيء بالعربي طيب هذا هو الشيء أنه عندنا سترايب نقدر رح مع سترايب ونقدر نسوي هذا الشيء كله من عن طريقهم والموضوع جداً سهل كليل عليك تضغط هذا الزر تبدأ تسجيل مع سترايب وتبدأ يطويل العمر تعبيلهم كل المعلومات اللي هم يطلبون منها ومعلومات جداً بسيطة ما هي جوازك أشياء بسيطة جداً وهذا اللي زي ما قلت لكم هذي أسهل طريقة أنك تفتح هل أنت بتروح مع هذه الطريقة قلت لك لازم تعرف إيش الفرق بين INC و LLC وأنا أنصحك أنك تستشير محامي طرايب من أكثر الأماكن الموثوقة وهذي اللي ناس فتحت معهم LLC فتحت معهم limited liability company أي بمعنى أنهم يفتحوا لك شركة ذات مسؤولية محدودة هذي اللي يقدرون يساعدونك في موضوع أنه تفتح شركة بدون ما تدفع أي ضرائب أبداً مو معناه أنه مو لازم انترنك تقدم الإقرارات المالية والقوائم المالية إلى IRS اللي هو مسؤول الضرائب في أمريكا لكن لازم يعني لكن بيساعدونك على موضوع أنه كيف تقدر تفتح بحكم أنك شخص عايش برا الولايات المتحدة الأمريكية كيف تقدر تفتح يا طويل العمر شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من غير ما تدفع ضرائب سنوية وكيف تفتح بأنه يساعدونك بكل شيء سيساعدونك من ألف إلى يا من ألف إلى يا عندهم L-C عندهم S Cooperation عندهم C Cooperation وعندهم Nono Profit وكل هذا شيء يطويل العمر هم يسوونه لك وتقدر تتواصل معهم عن طريق الشات إذا عندك أي أسئلة وهذا رقم تليفونهم برضو إذا تبغى تسألهم أي أسئلة يسوون لك كل أنواع الخدمات كل أنواع الخدمات حتى إذا تجد تقفل الشركة هم يسمحون لك أن تقفل الشركة شركة هذه أنا أتعامل معهم بشكل شخصي أشوفهم جداً كويسين مرتبين ناس ثقة حرفياً ناس ثقة خدماتهم أرخص من سترايب بشكل جداً كبير لكن كما قلت لك هذولي بس بيعضونك الشركة بيعضونك الشركة تفتح حساب أنت في سترايب هذا شيء لحالك أنت تروح تقدم على سترايب ترفع لهم معلومات الشركة تقول لهم والله أنا أفتحوا لي حساب بسترايب أوكي هذولي ما رح يفتحوا لك حساب بسترايب أنا زي ما قلت لك هذيك أسهل طريق أنك تحصل على أوكي تحصل على حساب بسترايب هذولي لا يعطونك شركة وأنت تروح تقدم على سترايب بنفسك وهذا شي قلت لك ما هو شيء صعب أنك تسوي وكل شيء هنا يا طويل العمر موجود وتقدر تستخدم هذه الشركة أنك تسوي أي شيء تبغاه أوكي واضح واضح أرخص طريقة عاد في العالم أنك يا طويل العمر تفتح شركة في الولايات المتحدة الأمريكية هي عن طريق موقع فايبر وتقدر تفتح برضو في المملكة المتحدة في بريطانيا وتقدر اللي تبي أوكي اللي تبي في ناس هنا تقدر تساعدك تسوي لك أي شيء ممكن تتخيل في بالك أوكي هذولي كل الناس هذولي مستعدين أنهم يساعدونك أنك تفتح شركة في الولايات المتحدة تبغاها في بريطانيا تبغاها في شتونيا تبغاها وما تبيها هذولي كلهم أشخاص يقدرون يساعدونك أنهم تفتح هذه الشركة أنا ما جربتهم شخصية لكن أعرف أنهم هذولي الأرخص وانتقدر تقرأ التقييمات بنفسك وتقرر أي واحد تبغى تشتغل معه أرخص طريقة عاد في العالم أنك يا طويل العمر تفتح شركة في الولايات المتحدة الأمريكية هي عن طريق موقع فايبر تقدر تفتح برضو في المملكة المتحدة في بريطانيا وتقدر اللي تبي في ناس هنا تقدر تساعدك تسويلك أي شيء ممكن تخيله في بالك هذولي كل الناس هذولي مستعدين أنهم يساعدونك أنك تفتح شركة في الولايات المتحدة تبغاها في بريطانيا تبغاها في استونيا تبغاها وما تبيها هذولي كلهم أشخاص يقدرون يساعدونك أنهم تفتح هذه الشركة أنا ما جربتهم شخصية لكن أعرف أنهم هذولي الأرخص وانتقدر تقرأ التقييمات بنفسك وتقرر أي واحد تبغى تشتغل معه هذا كل ما رأيت هذا الفيديو ليش مختصر الفيديو؟ لماذا؟ ما أبغى تحمل مسؤولية أنك أنت كيف تتعرف على نظام الضرائب الأمريكي ولا كيف أشرح لك ياه ولا كيف أقول لك ياه قلت لك أنا شخص رجل أعمال أنا أشوف أنه والله هذا الشخص هو مسؤول الضرائب كم يبيأخذ مني راتب شهري يبيأخذ ألف دولار راتب شهري خلاص خذ الراتب دولار ألف ألف ريال وفكني من هذا الموضوع كله لا تخليني أنا أفكر في هذا الموضوع أنا لما أبي أشتغل أبي أطلع فلوس أكثر من ألف دولار وألفين دولار وثلاث ألاف دولار وخمس ألاف دولار وعشرين أبي أطلع ملايين أنا أبي أطلع ملايين لذلك عقليتي تقول أعطي الخباز خبزة ولو أكل نصة خلاص هو يفهم في نظام الضرائب أجل هو يروح يتكلم في موضوع الضرائب أوكي فهذا بشكل مختصر يا جماعة الفيديو كيف تقدر تفتح شركة في الولايات المتحدة الأمريكية زي ما قلت لكم أنا ما أتحمل مسؤولية أي شيء أنتم براحتكم تبقون تفتحون أفتحوا ما تبقون تفتحون لا تحملني أي مسؤولية ويعطيك العافية هذا كل شيء عندي لا تنسى تسوي لايك